السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا اليوم هو همزة ابن وابنة بين الحذف والإثبات متى نكتب كلمة ابن بهمزة الوصل ومتى نكتبها بحذف همزة الوصل وهل نكتبها ابن بهمزة قطعة أم ابن بهمزة وصل أولا كتابتها بهمزة قطعة هذا خطأ كبير ونحذر من كتابة كلمة ابن بهمزة قطعة وهي بوضع علامة الهمزة وهي صورة خاطئة ويقع فيها الكثير أما الكتابة الصحيحة هي كتابة كلمة ابن بهمزة وصل أي بدون علامة وبحذفها وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأمثلة التالية فتابعوا معي مواضع حذف همزة ابنة تحذف همزة ابنة أو ابنة في المواضع التالية واحد إذا وقعت بين علامين ثانيهما أب للأول ولم تكن ابن أول السطر مثال عثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين ومن الأخطاء الشائعة عند الطلاب أو الإعلاميين حينما أسمع عثمان بن عفان أو غيره من الأسماء فكلمة ابن لم ترد مكسورة الباب ونلاحظ أن همزة ابن هنا وهي همزة وصل قد حذفت لأنها وقعت بين علامين أي بين اسمين وهو عثمان وعفان ولم تأتي أول السطر وننتقل إلى المثال الثاني وهو فاطمة ابنة محمد رضي الله عنها لقبت بالزهراء ونلاحظ هنا ما ينطبق على كلمة ابن ينطبق على كلمة ابنه فنلاحظ لفظ ابنه قد حذفت منه همزة الوصل لأنها وقعت بين علامين والعلم هنا هو أسماء البشر ففاطمة علام ومحمد علام ولذلك حذفت همزة ابنه في هذا المثال وننتقل إلى الحالة الثانية إذا وقعت بعد ياء النداء مثل قولنا يابن آدم اتق النار ولو بشق طمره أو يابن الأكرمين لا تظلم أحدا والحالة الثالثة إذا وقعت بعد همزة استفهام مثل قولنا أبنك هذا أم أخوك فقد حذفت همزة ابنه لأنها وقعت بعد همزة استفهام وسنفصل ذلك من خلال الأمثلة التالية تنبيهات سنفصل ذلك قلنا إذا وقعت بين اسمين علمين العلم هو أسماء البشر أو لقبين اللقب ما أريد به المدح أو الذن مثل الفاروق وهو لقب لعمر بن الخطاب المسيح وهو لقب لسيدنا عيسى عليه السلام أما الكنية وهو أي لفظ سبق بكلمة أب أو أم حينما نقول أبا القاسم على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول أبا الحسن على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنية ويكون العلم الثاني أبا أو جدا أو أما للأول ولو بالشهرة أو التبني ولم تكن ابن أول السطر الشرط ألا تأتي كلمة ابن أول السطر وسنتعرف على ذلك من خلال الأمثلة المثال الأول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وقعت هنا كلمة ابن بين علمين الثاني وهو عبد الله أبو الأول هو محمد صلى الله عليه وسلم المثال الثاني محمد بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وقعت كلمة ابن هنا بين علمين وهو محمد وهو العلم الأول والعلم الثاني عبد المطلب وهو جد الأول والخلاصة إذا وقعت كلمة ابن بين علمين بين اسمين على نفس السطر تحذف الهمزة منها وفي المثال الثالث عيسى بن مريم عليه السلام رسول من عند الله وقعت هنا بين علمين الثاني أم للأول وهو كلمة مريم هي أم عيسى وهناك من يعترض على ذلك ويقول كلمة عيسى بن مريم وردت في القرآن الكريم بوجود الهمزة بإثباتها وعدم الحذف لأنها أم وليس طب أقول أن الكتابة الكرآنية تختلف عن الكتابة الإملائية وقبل أن نتصرع ونعلق على ذلك أرجو منكم البحث والتأكد فالقاعدة إذا وقعت كلمة ابن بين علمين ثانيهما أب للأول المقصود بالأبي هنا هو الأب أو الجد أو الأم وننتقل إلى مثال آخر المقداد بن الأسود صحابي جليل وقعت هنا بين علمين الثاني وهو أب الأول بالتبني لأن الأسود تبناه في الجهلية وحينما نزلت الآية الكريمة التي تنهى عن التبني نسب إلى أبيه عمر بن سعد وننتقل إلى مثال آخر أب الحسن بن أبي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين وقعت هنا بين كنيتين وقلنا الكنية هو الاسم الذي يسبق بكلمة أب أو أم وننتقل إلى مثال آخر عبد الله بن أم مكتوم صحابي جليل وقعت هنا بين عالم وكنية العالم هو عبد الله والكنية أم مكتوم ونلاحظ في كل هذه الأمثلة أن كلمة ابن وقعت بين علمين وعلى سطر واحد ولم تأتي أول السطر هذه هي الحالة التي تحذف منها همزة ابن أو ابنة عند الكتابة وما ينطبق على كلمة ابن ينطبق على كلمة ابنة وننتقل إلى المواضع التي تثبت فيها همزة ابن أو ابنة تثبت همزة ابن أو ابنة في المواضع التالية إذا لم تقع بين علمين ثانيهما أب للأول مثل لقب ابن عباس رضي الله عنه بترجمان الكرآن نلاحظ هنا أن كلمة ابن وقعت بعد فعل وبعدها علم أي لم تقع بين علمين فلذلك أثبتت الهمزة وتسمى همزة وصل أو ألف وصل بالمناسبة وننتقل إلى الحالة الثانية وهي إذا وقعت بين علمين ولكن جاءت في أول السطر أثناء الكتابة وقد أتيت لكم بشكل يشبه صفحة الدفتر أو الورقة التي نكتب عليها وقمت بالكتابة عليها كي أوضح هذه القاعدة مثال من الصحابة عثمان بن عفان والزبير بن العوام رضي الله عنهما ونلاحظ في هذا المثال قولنا عثمان بن عفان نلاحظ كلمة ابن حينما وقعت بين علمين عثمان وعفان على سطر واحد حذفت الهمزة وحينما وقعت بين علمين وهما الزبير والعوام ولكن جاءت في أول السطر أثبتت الهمزة وعليه إذا وقعت كلمة ابن أثناء الكتابة في أول السطر علينا أن نثبت همزة ابن وننتقل إلى الحالة الثالثة وهي إذا ثني لفظ ابن أو جمع مثل قولنا الحسن والحسين ابن علي رضي الله عنهم جميعا والحالة الرابعة إذا فصل بين العلامين بفاصل مثل علي هو ابن أبي طالب رضي الله عنه نلاحظ أنها هنا فصلت بين علي وبين أبي طالب بالضمير هو الحالة الخامسة إذا وقع لفظ ابن بين علم وغير علم مثل هذا محمد ابن أخي نلاحظ هنا أن كلمة محمد علم وكلمة أخي ليست بعلم فلذلك أثبتت الهمزة ولم تحذف وفي الحالة السادسة إذا وقع لفظ ابن خبرا مثل قولنا خالد ابن الوليد جوابا لمن سأل ابن من خالد نقول خالد ابن الوليد وفي هذه الحالة نلاحظ أن العلم قبل كلمة ابن يكون منونا فنلاحظ هنا كلمة خالد ابن الوليد فهنا هي جاءت إجابة لسؤال فعند الإعراب نقول كلمة ابن هنا في هذه الحالة هي خبر لكلمة خالد وهي مبتدأ أما في الحالات التي تحذف فيها همزة ابن تكون نعتا للإسم قبله وهذه هي الحالات التي تثبت فيها همزة ابن وما ينطبق على ابن ينطبق على ابنه وهناك بعض التنبيهات سنتحدث عنها فتابعوا معي تنبيهات وهي خلاصة الدرس التنبيه الأول ينطبق على الهمزة في ابنة حذفا وإثباتا ما ينطبق على الهمزة في كلمة ابن التنبيه الثاني قد تحذف همزة ابنه ويعوض عنها بالتاء مثل قولنا جور ابنة محمد مجتهدة أو نعبر عنها بطريقة أخرى وهي حذف الهمزة والتعويض عنها بالتاء المفتوحة فنقول جوري بنت محمد مجتهدة التنبيه الثالث الباء في كلمة ابن ساكنة دائما إلا إذا لحقتها تاء التانيث المفتوحة نلاحظ كلمة ابنة فقط تكسر الباء إذا ألحقنا التاء المفتوحة بدلا من الهمزة مثل المثال السابق جوري بنت محمد نلاحظ الباء هنا كسرت في هذه الحالة فقط وهذا يؤكد القاعدة حينما قلنا عثمان بن عفان هذا خطأ شائع فلا تكسر كلمة ابن مطلقا إلا في حالة إضافة التاء في نهاية كلمة ابنه التنبيه الرابع لا فرق في العلمين بين أن يكون اسمين علمين أو كنيتين أو لقبين أو مختلفين والمقصود بكلمة مختلفين أن يكون علم وكنية أن يكون كنيا ولقب هكذا التنبيه الخامس لا فرق في العلم الثاني بين أن يكون أبا أو أما أو جدا للعلم الأول وهذا ما عطينا عليه الأمثلة توضيح تثبت همزة ابن أو ابن رسما في القرآن الكريم مطلقا سواء وقعت بين علمين أو لا وذلك لأن الرسم القرآن يختلف عن الرسم الإملائي فكلمة ابن أو ابن في القرآن الكريم سنجدها قد أثبتت الهمزة ولم تحذف ونلاحظ أننا نأخذ من القرآن الكريم القواعد النحوية أما القواعد الإملائية فهي تختلف عن الرسم القرآني أو الرسم العثماني للمصحف الشريف وإلى هنا نكون قد أنهينا الدرس وأدعو الله لي ولكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر